انتظر بائعو الحلويات في منطقة الطريق الجديد زيادة المبيعات ليفاجأوا بجولة لوزير الاقتصاد وتسجيل محاضر ضبط وانذارات بحق بعضهم الأمر الذي استنكره البعض من أبناء المنطقة متسائلين عن الجدوى من الجولة في الشهر الكريم ولهذه المنطقة بالذات نركز عكينا عن موضوع الحلويات لأنه شهر رمضان يزيد الاستهلاك الحلو فيه أصول لتعامل مع المواطن مثلا ما فيه بده يكون واضح بالأسعار لا يعرف المواطن إدي عم يشتري السلعة بيئية شو المواصفات طبعولة إذا عندها مدة صلاحية كل هالأمور بقى هايدي كلها كرمية للمواطن يعني العكس تمام بقى بالعكس يجب ينبسطوا أنه فيه وزارة عم تهتم بأمورهم الوزير سئل عم أذا كانت جولاته شملت أيضا المحلات غير الشعبية التي ترتادها الطبقات ذات القدرة الشرائية العالية احنا احترنا صراحة أول ما بلاشت بالوزارة كنت عم بنزلت على سوليدار وبالمناطق يلي عندها قوة شرائية بعدين قلت مش معقولة كمانا بس نركز على هالمناطق بدنا ننزل نشوف الشعب شو بده يعني الناس هن محل المناطق الشعبية اللي هن عم بيعانه فعليا وهن القوة الشرائية طبعا هي الضعيفة في المحصلة يؤكد الوزير خوري أن الجولة إلى الطريق الجديد ليست الأولى ولن تكون الأخيرة وهدف الوزارة دائما أن تكون حكما بين المستهلك وجشع التاجر اشتركوا في القناة